اهم ملفه اول ملف هو استعادة بريق واسم نادي الزمالك ده اللي متوافقين عليه جدا وهيقوم بالريبراندنج بتاع الاسم ده اتنين عندنا في القيمة هاني شكري بما له باع طويل في هذا المجال ومعه من تحت السن احمد خالد طيب ايه الملفات اللي بعد كده الاهم فالمهم طبعا احنا عندنا مشكلة رهيبة جدا في الناحية الانشائية في نادي الزمالك والملف ده معي انا بصفة خاصة بصفة المهنية والتنفيذية حتى في مجال المنشآت الرياضية يعني انا شاركت الحمد لله في الانشآت اللي حصلت ساعة كاس العالم 2021 من بداية من التصمين لحد الاشراف على التنفيذ والحمد لله اطلع منتج اكيد الناس كلها لغاية دلوقتي بتتباهى به اتمنى يعني وهو على الفكرة بيبقى خليط ما بين النواحي الرياضية والاستثمارية وصالة بتاعة 6 اكتوبر دي مثلا النموذج فيها فندق وفيها ثلاث ملاعب فيها محلات تجارية وبنوك ممكن تتعامل فيها منشآة بحيث انها تقدر تدخل نفسها تصرف على نفسها الملف التاني والاكثر خطورة ملف كورت القدم لان هو ده نادي الزمالك يعني ملف كورت القدم ده اهم شيء طبعا اكبر مشكلة فيه اللي هي ملف وقف القيد اهم من فك وقف القيد هو توقيت وقف فك القيد يعني انا مش هفرح جدا دلوقتي ان انا روح ادفع المبالغ دي كلها وما استفدش ان انا اجيب لعيبة واعمل سكواد كويس وبتاعه وخصوصا يعني ان في يناير دايما ما بتبقاش الانتقالات على افضل ما يكون انت كلها بتبقى تكملات وتدعمات والسكواد الاساسي بيبقى في بداية السيزن بشكر اللعيبة اللي موجودة حاليا يعني عملت الجيم شوية كويس الماتش اللي فات وان كان يعني مع فرقة يعني مش مش هو ده المستوى اللي احنا طلبينه نادي الزمالك محتاج محترفين في مستوى اعلى من كده محتاج تدعمات بين اللاعبين اه مهمة جدا الحفاظ على اه زيز وفتوح دول بنية اساسية النادي الزمالك نقدر نبني عليها اه يجي بعد الملف ده ملف الالعاب الصلاة اه ان شاء الله مشكلة ميودية خلاص خدنا وعد ان هي اه تحلت خلاص من اللجنة اللي موجودة اه الفولي والهندبول محتاجين محتاجين تدعمات اه اه كويسة جدا اه باقي الالعاب اللي موجودة في نادي الزمالك وعلى رأسها السباحة احنا عملنا لها دعم مؤقت اه سريع اه الكاراتي في الطريق بقية الالعاب في الطريق ان شاء الله اه بس كل دي بتبقى المسكنات الى ان يتم اه عمل الملف التالت اللي هو اه العمل المؤسسي في نادي الزمالك نادي الزمالك مفوش اي سيستم للأسف الشديد يعني انت ولا عارف الاعضاء اه بيدفعوا ايه ولادهم بيلعبوا في انهي فرق هم عددهم قد ايه اه في مشاكل في المطاعم الموجودة اه الشؤون القانونية ما عندهاش ملف اه خاص بنادي الزمالك السروة العقارية تدار ازاي اه في نادي الزمالك مفيش اي سيستم للأسف فلازم بسرعة نبني السيستم ده كعمل مؤسسي علشان سواء احنا موجودين او بعدين في حد جيه ولا حاجة يبقى فيه سيستم النادي ماشي عليه اهم من الاموال ادارة الاموال يعني ممكن واحد يبقى عشرة مليون جنيه يدير ويطلع نتائج يطلع نتائج افضل بكتير من واحد معاه مئة مليون وبيفرقهم كده وبيوزحهم كده صح فاذا احنا عارفين ان في مشكلة مالية في نادي الزمالك اه 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 موجودة علشان المشاكل دي انا ما بقولش ان هي هندوس على زرار اه او مع انا عصايا سحرية كل المشاكل دي حد اتحل لا لكن اللي انا بطمن ان فعلا اتكون اريدي اه اه صندوق اه لمصلحة نادي الزمالك اه تطوع فيه رجال اعمال كسرين جدا ودي انا قلته في مقولة قبل كده ان انا براهن على ريمونتادة محبي ومشجعي ورجال اعمال نادي الزمالك ان هما هيتطوعوا علشان يحلوا على الاقل المشاكل المبدئية اللي موجودة في اه في نادي الزمالك وده تم بالفعل مفيش حد يعتقد ان الانتخابات منتهية ومحسومة لصالح حد لكن مقعد النائب لان في اه اه الاخ اخويا يعني هاني العتال اه بما له باع طويل في الانتخابات السابقة اه فهو مرشح نفسه على نفس المنصب بتاعي اه كل واحد بيقدم السيفي بتاعته ورؤيته هو عاوز يعمل ايه وبيفكر في ايه وكل مخططاته والناس في الاخر تختار